في لبنان شهدت المناطق الحدودية الجنوبية تصعيدا عنيفا بعد أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي غالبية البلدات الحدودية وكانت أفادت مراسلتنا بأن القصف العنيف طال ثلاثة مراكز تابعة للجيش اللبناني إذ قصف المستشفى الميداني في بلدة عين إبل كما استهدف مركز الجدار في رميش بالقذائف الفسفورية مما أدى إلى اختناق عنصرين كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مركز المخابرات والبحرية في منطقة رأس النقورة ووسط هذا التصعيد نفذ حزب الله ثماني عمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية أبرزها ميسكاف عام، الرادار، رويسات العالم وغيرها مستخدما الأسلحة وصواريخ بركان للمتابعة تنظم إلينا من مرجعيون في جنوب لبنان مراسلتنا دارين الحلوة مرحبا بك دارين ما هي آخر تطورات حتى الساعة لسيما أن التصعيد مستمر على ما يبدو بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود نعم في الواقع ساعات بعد ظهر أمس وليل أمس كانت عنيفة جدا جدا وتكاد تكون غير مسبوقة لجهة عدد العمليات والهجمات التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف في لبنان وطبعا القصف المدفعي الذي طال معظم البلدات الحدودية الجنوبية بالقصف المدفعي وبالغارات أيضا كانت هناك غارة عنيفة جدا بعد منتصف ليل أمس على بلدة عيت الشعب طبعا كان هناك سقط ضحايا جراء هذه الغارة بعد أن تهدم وانهار المبنى الذي استهدفته إسرائيل من الواضح في الأيام الماضية أن هناك أهداف تلجأ إسرائيل إلى استهدافها بالغارات من خلال قصف المنازل هذا الأمر طرأ على المشهد يتكرر هذا المشهد بشكل شبه يومي من خلال استهداف منازل ضمن الأحياء السكانية طبعا هذا التطور بالإضافة إلى التطور والخرق الكبير الذي سجل باستهداف ثلاثة مراكز بشكل مباشر للجيش اللبناني أمس يؤشر إلى أن الأمور أخذ نحو مزيد من التدهور ولكن يمكن وضع هذا أو تفسير هذا التصعيد الكبير من الجانب الإسرائيلي وربطه بالتحركات الدبلوماسية الساعية إلى إيجاد حل لتبريد الجبهة الجنوبية هذا تفاوض بالنار يوصف في لبنان وهو يتزامن مع زيارة وفد فرنسي أمني عسكري يلتقي مسؤولين سياسيين وعسكري طبعا الزيارة سوف تشمل أيضا إسرائيل لهذا الوفد وهو يسعى لإيجاد قواسم مشتركة يبني عليها مبادرة يفترض أن تقود إلى هدنة أو إلى تثبيت وإعادة الاستقرار إلى هذه الجبهة لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن تقدم في هذا السياق هناك عروض عدة يحملها الجانب الفرنسي من بينها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كان في شبعة كفرشوبة وطبعا الغجر مقابل أن يتراجع حزب الله إلى شمال الليطاني لكن الرد اللبناني جاء بأن على إسرائيل أن تلتزم بالقرار 1701 أولا وبأن أما أرد حزب الله فإن كان المطلوب خروج قوة الرضوان إلى شمال الليطاني فإن كل مجموعات حزب الله هي قوة الرضوان ما يعني أن الأمور حتى هذه اللحظة مقفلة أمام أي قواسم يمكن البناء عليها لتعديل 1701 أولا أو حتى تطبيقه طبعا هذه الأمور لا بد أنها ستأخذ وتحتاج إلى الكثير من الوقت في هذا الوقت التصعيد كبير جدا حتى أن خلال ساعات هذا اليوم الضباب كثيف الظروف المناخية سيئة ربما كنا نقول أنها قد تعطل التحركات أو تبطئ منها وتعيد الأمور إلى سابق عهدها لكن القصف الإسرائيلي بدأ منذ ساعات الصباح وشمل بلدات عدة في كل القطاعات الحدودية شكرا جزيلا لك مرسلتنا دارين الحلوي من مرجعيون في جنوب لبنان